جامع الشيخ زايد بن سلطان قالنا هنا في أبو ظبي دي تاني مرة أروح هناك بسم الله ما شاء الله المكان يرد الروح أنا من أكتر الأماكن اللي في حياتي لما بروحها بهدى جدا بسط جدا وبقضي يوم من أحلى الأيام والمرة الأولانية معرفتش أصور لكم المكان كويس معرفتش أصور لكم المكان اللي أنا روحته قد إيه جميل بصراحة بسم الله ما شاء الله حاجة يعني خطيرة هو سادس أكبر مسجد في العالم كله ومن أحلى المساجد اللي زورتها في حياتي بصراحة وكمان من الزمين الموضوع كويس قوي إحنا بناخد زي QR كود على طول علشان نخشوا يبقوا عارفين أسماء الناس اللي داخلها وعارفين كل حاجة علشان يبقى الموضوع متأمن لأن طبعا أعداد الناس جوه ما بتبقاش قليلة بتبقى كثير قوي المسجد بيتسع لأكتر من 7000 مصلي ده جوه المسجد بس اللي هو الداخلي لكن لو استخدموا الأماكن اللي برة كمان عشان الناس تصلي فيها وده ينفع طبعا بيوصل عدد المصليين لـ 40 ألف مصلي الجامع ده ابتدوا يبنوا فيه من سنة 1996 لحد 2007 كان تاريخ افتتاحه الرسمي بس السنة اللي وجه فيها حاكم الإمارات الروحي للشيخ زيد بن سلطان النهيان وجه فيها أنه هما يبنوا المسجد ده كانت سنة 86 يعني هو قرر إنشاء المسجد ده سنة 86 أول صلقة تصلت في الجامع ده كانت صلقة عيد الأطحى سنة 2007 كانت في ديسمبر 2007 اللي هو هجري كان 1428 وكانت ساعتها على فكرة أعمال البنى كانت لسه شغالة أعمال البنى أصلا خلصت شهر مارس 2008 المشروع ده كله تكلف 2 مليار و 167 مليون درهم إماراتي بس بصراحة يعني يستاهل ويستاهل أحلى من كده وأكتر من كده ومن أهم الأماكن اللي أنا في حياتي روحتها ودي تاني زي ما قلت لكم تاني مرة أروحه وأنا إن شاء الله إن شاء الله دايما هوازي بإن أنا لما زور الإمارات عموما لازم أروح المسجد أو لازم أروح الجامعة ده لأنه هو من أكتر الأماكن زي ما قلت لكم لما بروحها بحس بروحها نفسية وبهدى جدا وبتبسط جدا فيه وأي حد يزور الإمارات يا جماعة وميروحش الجامعة ده يبقى غلطان 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 وبيهزر خطير 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 أنا شفت ناس النهاردة من جميع الجنسيات العالم في المكان هناك وكل الناس بتخرج من هناك مبسوطة بصراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة